هارضا ان شاء الله باسم اللي راحين اتكلم على البوريتينات يعبارة عن بولي بيبطايد تشين يعني سلاسل بيبتدية عديدة او ساعات بيقولوا عليها أمينو أسيد مونيمرز يعني سلاسل طويلة من وحدات اساسية اللي هي الأحماض الأمني البوريتيين بولي بيبطايد أو أمينو أسيد مونيمرز لدينا سبع وظائف للبوريتينات أول وظيفة هي تبقى يبقى تقوم بعملية تخزين مثل الألبوم وده موجود طبعا في الإيق وايت في البيض وده فور إيه عندنا التاني هو الترانسبورت يبقى عملية ترانسبورت يبقى في حنبوبة كده فراغ قناة بتوصل أو يبقى كاريار ناقل موجود برضو على البلازمة ممبرين أو يبقى كبير بوريتينات في ربس يسمى هيموغلوبين يبقى ترانسبورت الأكسجين و الكربون ديوكسيب يبقى ترانسبورت الأكسجين يبقى ترانسبورت الأكسجين هرمون الإنسلين و الجراث هرمون 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 يعني مشتقة من البوريتينات أوكي احنا كلمنا قبل كده على أنه في نوع تاني من الهرمونات يبقى استرويد هرمون لإسترويجين والبروكسترون كل دول هرمونات من أصل أو استرويد لكن الإنسلين و جروس هرمون دول عبارة عن بوريتينا هرمون بروتين الأكتين و الميسين الفيفس فانكشن بيدي دعامة في التركيب طبعا موجود في البلازمة ميمبريين يبقى ده ميمبريين بروتين موجود بشكل مختلفة أو موجود في الهير و النيلز في الأظافر والشعر ده بروتين اسمه الكاراتين أو الاسكن والليجمنت موجود في الأربطة والقلد و ده اكزامبل الكولاجين كولاجين فيبر و الانزيم المثلين كل الانزيم هر بروتين 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 و هذه هي الهيئة تستخدم طبعا في التفاولات الكميئة داخل الخلية و تبقى عندها طبعا ايه سبيسيفيسيتي أو سبيسيفيك ايه كاتلايز سبيسيفيك طبعا في الهيئة نوع سيئة و تستخدم طبعا و تستخدم طبعا و تستخدم طبعا But carbohydrates, immediate source of energy and delivered long-term energy storage And the protein has different functions in the body The structure and the function of the protein يعني التركيب وظيفة البروتين Determined the type of the protein أو determined the type of the tissue يعني وظيفة التركيب البروتين هي اللي بتحدد نوع وظيفة A النسيج الموجود في الجسم عندك المسلز ليه المسل function of muscle for movement الحركة بكوزة هاز الاكتين and المايوسين يبقى اللي حدد نوع وظيفة المسلز هو التركيب البروتينات الموجودة بداخلها اللي هم الاكتين والمايوسين الكوننكتب بتشو ويعمل سبورت لان فيه الكولاجين بروتين and الاربسيز ترانسبورت الجاز اللي بتنقل الغازات لان فيها الهموغلوبين inside the RBCs amino acids monomers of protein اللي هي الوحدات البنائية للبروتين amino acid and the kind of amino acid يعني عندنا عشرين نوع مختلف من الأحماض الأمينية bond together by peptide bond and amino acid and another amino acid and another amino acid and another amino acid what is called a polypeptide H2 لما يحصل الاتحاد مع الأحماض الأمينية تديك polypeptide H2 عندك في الخلية عشرين نوع مختلف من الأحماض الأمينية يرتبط مع بعض بروابط مختلف من الأحماض الأمينية what is the structure or general formula of the amino acid or general formula of amino acid amino acid amino acid يجب أن يكون فيه central carbon atom في زرة كربون مركزية مرتبط بها in one side amino group in H2 and the other side مجموعة الكربوكسيل يبقى مجموعة الحامضية all the twenty kind of amino acid should have the same structure يعني العشرين حامض أميني لازم يكون فيهم زرة كربون مركزية مرتبط فيها مجموعة أمين ومرتبط فيها مجموعة كربوكسيل and the differ between them is the R chain the side chain يبقى كلهم عندهم نفس التركيب زرة مركزية ومجموعة أمين ومجموعة كربوكسيل لكن مختلفين كلهم مع بعض في ال side chain R is commonly one of twenty different kind of side chain يبقى عندك عشرين amino acid كلهم نفس التركيب مختلفين بس في ال R يبقى أنا عندي عشرين R مختلف يبقى عندي عشرين سلسلة جنبية يبقى الاختلاف دايما في السلاسل الجنبية يبقى الأحماض الأمين يبقى ده الكربون أتم ده مجموعة الأمين وده COH مجموعة كربوكسيل يبقى اللي يختلف فيه ال amino acid هو ال R group البيبطايد بوند between ال amino acid this is a covalent بوند يبقى عرف نوع الربطة تساهمية طيب البيبطايد بوند C double bond O N H C double bond O N H D البيبطايد بوند The atoms associated اللي يعني الرابط اللي هي الأزرات اللي بتكونوا الربط اللي عبارة عن ايه ال O وال C وال N and H طيب this atoms has large atoms oxygen and hydrogen small atoms so there is an equal share of the electron وبالتالي يبقى فيه الربط التساهمية غير متساوية في توزيع الالكترونات So oxygen is slightly negative وبالتالي الOxygen عندك بيبقى انه هو لانه زرة كبيرة الالكترون بيقض في وقت طويل فبيبقى negative فبيبقى التساهمية فبيبقى بوضر يعني قطبية يعني فيها قطب موجب وفيها قطب سالب طيب الفيتري so the hydrogen bond is possible between The C double bond O and N H يعني ده البوند دي ودي انازر بوند so now I can has a hydrogen bond between NH in one مليكول and CO in another مليكول يعني يبقى في عندك امكانية لحدوص ربطة هيدروجينية ما بين الهايدروجين الموجود في ربطة تساهمية ربطة بيبتدية والCOH الموجود في ربطة بيبتدية اخرى طيب when two amino acids join together ضيببتايد is formed لما يبقى عندك حمضين امنيين مع بعض ارتبطوا مع بعض يديك حق اسمها ضيببتايد او البتد السنائي when the three amino acids formid the tribebtide is formed ما عندك بيبتدات سلسية many amino acids more than three is called polybebtide itching so i have glycine, proline, serine, lysine, cysteine this all together bind by the peptide bond ربطة بيبتدية اللي عبرها عن covalent bond any polybebtide chain اي ربط اي polybebtide chain ليه قلنا عليه polybebtide لانها more than three amino acids joined together لازي بيكون فيها one end بسمول n terminus نهاية نيتروجينية في مجموعة الامين and c terminus اللي فيها مجموعة الكاربوكسي if it can be ionized لو اتقينت بشكل ده يبقى فيها a hazard charge يبدأ ممكن تبقى بولر chain أو تبقى hydrophilic البولبطايد السلاسل البتدية العديدة اللي قلناها الوقت single chain of amino acid سلسلة طويلة من واحدة من الأحماض الأمنية the reaction involved in the formation of a molecule of water يعني these are macromolecules أو polymer هاو are formed formed by condensation and breaks down by hydrolysis so if you have a dybebtide لو عندك اتنين بيبتيد سنائي هات كونه زي by amino acid and another amino acid if you add amino acid to amino acid so there is OH from this molecule and H from this molecule and now by condensation means removing of molecules of water يطلع جزي المية بالشكل ده and now I have C double bond O N H اللي هي الربطة البتدية السنائية they are dibebtide you can break down this or digest this dibebtide also like other organic molecules by adding water and this through the hydrolysis reaction بدفعه للواتحالل المائي لما ضيف جزي المية يم يكسر الربطة البتدية ويديك 2 amino amino acid or 2 monomers or building units of protein number of water released from this reaction equal also like carbohydrates N-1 1 number of amino acid N-1 A-1 وبالتالي عندك هنا جزيء واحد مية بس يطلع ليه لانا عندي 2 amino acid لما تطرع منهم ايه ناقص واحد يديك جزيء مية واحد بس يطلع من المعادلة اللي عندك دي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإلى الرقاء في درس القادم إن شاء الله